كشفت مصادر نجافية لواني نيوز عن تحرك عاجل من قبل سراي السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بشأن أصحاب القضية المصادر أكدت أن جهاز الأمن الوقائي في سراي السلام شكل لجاناً في المحافظات لمعرفة الأشخاص الذين ظهروا في مقطعين مصورين لأصحاب القضية وحقيقة انتماءاتهما وكان زعيم التيار مقتدى الصدر ربط أصحاب القضية بجهة خارجية تدعمهم مشدداً على عدم قبول توبتهم الأمر الذي يعكس تورط خصوم الحنانة لتشويه سمعة التيار وإضعافه